أنا أحلم أنا أحلم ومن المقولات الجميلة أن العلماء دائما يقولون النجاح يصنع الكثير من الفاشلين أي يجب أن نحذر الغرور لأنه مدمر ونكون فخرين بأنفسنا لكن في حدود المعقول وفي الحد الذي يجعلنا نواصل الصمود والبقاء في القمة فقرة أنا أحلم لمن يتابعوننا دائما نحتفي فيها بطموحات الأطفال والشباب حتى نستطيع أن نؤمن المستقبل المظهر فكريا وأدبيا للبلاد لتونس الخضراء الأبية دائما ومعنا المبدعة الطموحة لوجين بالقاسم أهلا وسهلا عسليمة ميسا شكرا على استضافة مرة أخرى اسمي لوجين من قاسم تلميذة بالمعهد النموذجي بسليانا ثلثة علوم عمري 17 سنة كنت ناشطة في إذاعة مكتريس نيوز كنت سابقا رئيسة بنادي شوبين بالمعهد النموذجي بسليانا كانت لشرف المشاركة في مسابقات أدبية عديدة وهنا اليوم معنا يحدوني أمل كبير وفخر وشرف بلقائك شكرا لك على الحضور والتواجد بيننا دائما أنت تنيرين الإذاعة وتقدمين لها الإبداعات الجميلة يعني أنت تتخصصين في العلوم من الناحية الدراسية وتكتبين الفلسفة وتحبين قراءة الأدب والشعر وكل ما يعبر عن الأحسيس من الفنون أنت تستمتعين به أريد أن أسألك عن الدراسة هل الجدول الدراسي عندك مناسب لجعلك تبدعين أم أنك أحيانا لا تجدين فرصة للكتابة ربما حسناً أود أن أقول أن المجال الدراسي الضغط بلتو الدراسي هو اللي عاوني أني نكتب حاجات لو كان أنا مجيتش مضغوط علي ياسر أنا ما خرجش مادة أدادية كما نكتب فيه يعني أنا ديما نقول اللي كتاباتي هي نتاج الضغط اللي أنا عايشته بسبب الجدول الدراسي اللي معابي ياسر يعني هذا له الفضل هذا يعني له السلح ذو حدين نعم وهل تتمنين أن يكون ربما هناك يعني وقت فراغ أكثر لك حتى تستطيع أن تكتبي أكثر أم تفضلين البقاء على هذا الوضع أكيد لا أفضل البقاء على هذا الوضع لأنه مدمر لنفسيتي ونسيت كل تلاميذ أكيد وهذا معنى أنت مقبلة على بكالوريا أيضا أي مقبلة على بكالوريا السنة القادمة بالتوفيق لك في كل سنوتك الدراسية معايش وإن شاء الله سوف تكونين من المبدعين الذين راوحوا بين العلم والأدب وسوف تبلغين أفكارك العلمية بأفضل الطرق كيف تقضين يومك طبعا بعد أن تنهي الدراسة؟ يا حسن أنا تلميذة نسكن فيما كثر نعم راوح كل يوم نمشي كل يوم يعني سلينا وكل راوح تعبة ياسر لحقيقة نحاول لك متى تصلين إلى البيت؟ مسافة طويلة؟ 35 كم هم ما يستغرقوا نص ساعة أما أنا نصلهم في ساعة ونص حافلة نعم نصل تعبة لحقيقة ساعات هكا كي يبدأ عندي شوي ينفصل الكتابة نكتب 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 نفرغ الطاقة السلبية الكل ونحاول أني نقرأ شوي كهو نتعادى النهار مع أصحابي ونحاول أني في كل مرة نقف وفي مرة ونتأمل ونقول أنا شاعدة نعمل لهنا وشن هو الهدف من هذا الكل متعب هذا الكل وبعد نقول ما ديمني موجودة وما ديمني حية وما ديم اسمي موجود ومقيد وسيبقى موجود حتى بعد عمر عديد فلازمني أنا نضيفها عليه نعم هل الفلسفة بالنسبة لك مناجات للنفس أم مخاطبة للآخر؟ هي أنا الراء اللي العبد بش يخاطب الأخر لازم ينطلق من روحه لازم يصلح من روحه نعم ويتأمل فيها بش ينجم يصلح من الأخرين وينجم يكون قدوة دونك هي تشمل زوز نعم قمة يقول أحد الفلسفة قمة الحياء أن قمة الأدب أن تستحي من نفسك أولاً أن تستحي من نفسك أولاً لأنك يمكن أن تكون مسؤولاً حتى بدون وجود قانون يعني في الدستور يعلمك المسؤولية وهذا ما نريده أن نطمح نطمح إلى بلوغ أشياء ونكون مسؤولين ليست هكذا مجرد أحلام من فراغ وننتظر نمارس الأشياء التافية نستغل التكنولوجيا في ما لا يعني وننام هكذا وننتظر أن تتحقق أحلامنا تلقائياً بل الأحلام لابد لها من مجهود وطعب ربما قد يطول لكن في النهاية تبلغ إن شاء الله جميع ما تطمحون إليه لو سألتك عن رسالة تريدين أن تبلغيها للشباب الذين يتابعوننا وخاصة من كانوا مثلك هكذا يراوحون بين العلم والأدب ماذا تقولين؟ أول حاجة نحب نقول على لسن محمود درويش أملي أكبر من جهدي وجهدي أكبر من موهبتي وموهبتي سجينة طبعي ولكني أقاوم المقولة هذي ديما كي كنت صغيرة وحتى لتاو ديما بابا يقول هايلي وقلت عليه هو ديما يقولها بعد نلقى كراست ومتاع الفاكولتي مكتوب عليها في الصفحة الأولى أملي أكبر من جهدي فأنا تبنيتها كمقولة وكحاجة من عند بابا لينحبوا برشا نقدموا تحية تحية لكل الأباء الذين يدعمون والأمهات أيضا أكيد بطبيعة ديما حاضرين نشكرهم برشا فنعود نقولها قاوموا صحيح السيستام إدوكاتيف والسيستام الحكومي كل شيء حتى شيء ما يعاون معناتها هيدا واضح أما أحنا المنهاج هيدو من الحاجة اللي تعاوننا بيش أحنا نخلقه من ضعف قوة وديم عندي حاجة كتبتها هي بالدرجة إذا هزك شوية الفوضول للطبيعة والفصول توترا البحر مرة هيج ومرة بكيف وميج الشجر مرة بوراقه ومرة بليش يعني لحظات الضعف القوة موجودة في أي بلاصة في العالم هذا وأحنا نحاول نتعلم من لحظات الضعف بش نستثمرهم أكثر في لحظات القوة نعم وفي هذا الإطار قلت أن المنهاج التربوي لا يساعد على الإبداع يعني نحن نشجع الأساتذة ونحصهم يعني سواء كان معلما أو أستاذا أو في أي مجال يهم التربية أن يكون محيطا بالمواهب ويحاول تطويرها نحو الأفضل لأننا نريد أن يكون هناك مبجعون أكثر يعني نبذل ما في وسعنا ليكون هناك أكبر عدد ممكن من المبجعين ولنثبت للعالم أن تونس فيها الكثير من المواهب القادرين على تقديم كل ما يستطيعون في سبيل هذا الوطن وطبعا هناك الأباء والأمهات لهم دور كبير جدا في تعليم أبنائهم أنت قلت أنا والدك كان يقول لك هذه المقولة دائما ودائما نريد من الأباء والأمهات أن يحفزوا أبنائهم لأن يدمروهم لأن هناك أباء حقيقة أولياء أمور يعني يقولون للطفل أنه لا يمكنه القيام بأي شيء وأنه لا أهمية له الطفل يشعر بالاحتقار لنفسه ولا يتقدم فحذاري من هذا التدمير النفسي للأطفال لأنهم دائما يصنعون مستقبل البلاد التي يعيشون فيها أترك لك كلمة الختام لزين لأن الوقت مر سريعا حتى ننهي تفضل عايشك على الاستضافة أثلجت صدري بهذا الحوار أثلجت صدورنا بإبداعك عايشك بهذا الحوار المثمر إن شاء الله لنا لقاء آخر ويعطيكم الصحة لنسل كل المستمعين الكرام وميسا والتقنيين المشرفين على هذه الإذاعة شكرا لك على هذه الكلمة المحافزة أتمنى أن تكون جميع البرامج التي تقدمها الإذاعة رائقة لكم أعزائنا المستمعين ونشكركم على المتابعة نلتقيكم إن شاء الله مع حلم جديد يتحقق الأسبوع القادم أنا أحلم أنا أحلم أنا أحلم أنا أحلم أنا أحلم